موسيقى موسيقى مشاهدي تقصى العرب من المملكة العربية السعودية أرحب بكم أجمل ترحيب نتكلم اليوم عن تأثيرات الحالة المناخية هدى المتوقع أيضا حتى على مناطق المملكة العربية السعودية بمشيئ تلاتها على خلال الأيام القادمة سأتكلم بالتحديد وفي البداية عن طبعا موجة البرد المتوقعة هناك عواصف رملية العديد من الأمور سأبدأ بها من نهار يوم غدا اندفاع للهواء البارد بشكل وضح فوق معظم مناطق بلاد الشام طبعا هذا الأمر سيعمل على حدوث ما يسمى بعواصف رملية وسلسة من العواصف الرملية في مقدمة هذا الهواء البارد والتي تمتد في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة وتدرجيا هذه العاصفة الرملية والعواصفة تمتد تدرجيا لتشمل أيضا المناطق الشرقية ومن ثم الوصف سأتكلم عنها لاحقا نهار الأربعاء هناك فرصة خاصة مع سعادة الأربعاء الخميس تساقط الثروج فوق المرتفعات الجبلية العالية من تبوك إضافة أيضا إلى مناطق مثل الطريف ومنطقة قرب القريات وهذه المناطق التي تشمل الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية مع تقدم الوقت يتوقع أن تندفع هذه الموجة الباردة المرافقة للحالة المناخية هدى إلى الأجزاء الشرقية من المملكة وبالتالي ستعمل على تشكل حزام من العواصف الرملية مرة أخرى مرورا بالمناطق الوسطى كالرياض أيضا والمناطق الشرقية حتى الدمام هناك تدني واضح في درجات نيلة الخميس على الجمعة حتى في الرياض ربما تتدنى إلى الصفر المئوي ولاحقا أيضا نهار يوم الجمعة من توقع أن تندفع كتلة هوائية تعتبر قطبية قارصة البرودة وغير معتادة إلى الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية درجات حارة غير مسبوقة في تلك المناطق ربما تسجل ناقص عشر درجات مئوية في مناطق مثل الطريف والقريات والجوف أيضا نتكلم عن تجدد فرصة تساقط الثنوج مرة أخرى في تلك المناطق ذاتها والمرتفعات الجبلية من تبوك أيضا كما نلاحظ على الجانب الآخر بأن هذا الهواء القطبي نتوقع أن يتحرك مرة أخرى لحوى ذات المناطق شرقا تصل أيضا للمناطق واسعة من المناطق الشرقية إضافة إلى المناطق الوسطى تدني واضح في درجات الحارة ربما تصل إلى حدود الصفر المئوي من جديد في العاصمة السعودية الرياض على الجانب الآخر نرى في منطقة الأراضي المصري تدفق أيضا للرياح القطبية بشكل لافت هذه التدفقات للرياح القطبية لاحقا تتحرك نحو الشرق وبالتالي سواحل البحر الأحمر المطلة من جانب المملكة العربية السعودية قد تشهد نهار يوم السبت والأحد انخفاض واضح على درجات الحارة احتمالية لبعض الزخات المطلية كما قد تشهد أيضا أجزاء من مناطق مثل جدة ومكة المكرمة احتمال أن تشهد تدني كبير في درجات الحارة غير معتاد وغير مسبوق لمثل هذا الوقت معا في حال تحركت هذه الكتلة القطبية تحدثنا عنها نحو المناطق المحاذية لسواحل البحر الأحمر مع التذكير على ارتفاع سرعة الرياح سنبقى معكم في متابعة حية لهذه الحالة المناخية هدى على المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة كان معكم محمد الشاكر من موقع تقس العرب أطيب التمنيات إلى اللقاء